اللي هي مجموعة النادي الأهلي اللي فيها النادي الأهلي سيمبا بيتصدر هذه المجموعة زي ما كلنا عارفين برصيد ست نقاط ثم فيتا كلوب تلت نقاط لأنه كسب المريخ في المريخ والنادي الأهلي أيضا تلت نقاط ولكن الأفضلية ليه فيتا كلوب ليه طبعا الأهداف ثم يأتي المريخ في المركز الأخير بدون أي نقاط إن شاء الله بإذن الله يوم السبت النادي الأهلي يكسب فيتا كلوب يبقى ست نقاط وأنا مغمط كده سيمبا هيكسب المريخ وانت مغمط كده أقولها يعني يبقى سيمبا بعد الجولة الثالثة هيبقى تسع نقاط والأهلي هيبقى ست نقاط بمشيعة الرحمن وفيتا كلوب هيبقى تلت نقاط والمريخ هيبقى بدون نقاط بما يعني خروجه إكلينيكيا من هذا السبا ماتش العودة ماتش العودة هيبقى النادي الأهلي في فيتا كلوب هناك لو عملها ويقدر يعملها إن شاء الله ويكسب يروح على طول التسع نقاط وسيمبا هيكسب فيتا كلوب مؤكد على ملعابه هيبقى 12 نقاط يبقى بعد الجولة الرابعة هيبقى سيمبا 12 نقاط والأهلي بمشيعة الرحمن تسع نقاط وفيتا كلوب سيظل تلت نقاط يبقى إكلينيكيا كده فيتا كلوب والمريخ خارج الحكاية وسيمبا والأهلي في الحكاية يبقى السباق بين سيمبا والنادي الأهلي كما أتوقع وأتصور هو هتبقى في مباراة سيمبا مع النادي الأهلي هنا في القاهرة إن شاء الله بإذن الله بدون مؤطعة النادي الأهلي يحسم هذه الموقعة بفارق أكتر من هدف لأن إحنا عارفين في حادث التساوي في النقاط بنروح الأول للمواجهات المباشرة هو كسبنا هناك كام؟ واحد إحنا هنا نكسبه كام بإذن الله على الأقل لتنين خلاص إحنا أول لأن مهمة قوي 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 إن الأهلي أو الزمالك ينهي في المركز الأول كده كده عايزين نوصل أول أو تاني لكن مؤكد تبقى أول تلاعب تاني المجموعة اللي هو أكيد أقل من أول المجموعة عشان نقدر نوصل إلى آخر إن شاء الله محطات هذه البطولة الكبرى طيب